سؤال مطروح دون إجابة إلى متى يبقى ارتفاع الدولار مهيبنا على الأسواق ومؤثرا على أصحاب الدخل المحدود مع عجز حكومي للسيطرة على أسعار الصرف الدولار مو ثابت كل ساعة على سعر والسوق هم ماتس يوم يصعد ويوم زي هسا أبصد شي عندنا المواطن الغذائية جن قبل الأربعينية رخيصة جدت الأربعينية صعد مثل البيض 47 صار 56 المواطن يدرب الوضع يعني يعرف السوق هو مو كل يوم يشتري يعرف السوق مو ثابت وقع يباوع بالتلفزيون يشوف الأوضاع الاقتصادية يقول سوق مو ثابت مراقبون نجفيون أكدوا إن على الحكومة إلزام نفسها بقراراتها التي صدرت منذ قرابة العام لكن دون تنفيذ يذكر فارتفاع الدولار ما يزال يشعل كل شيء هنا مؤثرا على المواطنين خلال الزيارات المليونية التي شهدتها المحافظة عند أصدار القرار من خلال الحكومة المركزية بالسيطرة على أسعار صرف الدولار دين وصل 132 ووضعت الحكومة القرارات هذه ما وضعت آليات مناسبة للسيطرة على أسعار صرف الدولار من خلال التوزيع إذا كان هناك اتخاذ قرارات مصيرية مثل ارتفاع أسعار صرف الدولار يجب وضع آليات مناسبة من خلال السيطرة على أسعار صرف الدولار تشكيل اللجان متابعة فتح منافذ متعددة وقررت حكومة السوداني في وقت سابق من العام تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقية ألا أن هذا التخفيض لا يعد كونه قرارا شكليا مع إيقاف التنفيذ من النجف محمد الغاربي واني نيوز